حسن عزمي جابر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا عندي اصداع في منطقة الرأس كلها واول معمل حاجة في يحصل نهجان وضربات قلبي سريعة وعندي شكشاكة في جسمي انا عندي 17 سنة ووزني 58 كيلو ارجوك جاوبني طبعا حجاوبك يا حسن طبعا مالنجاي هنا ليه تعالى نقسم رسالتك يا حسن الى كده قسم عشان نقدر نتكلم صح ايه انت قلت ثلاث حاجات عندي اصداع حاسس ضربات قلبي في شكشاكة في جسمي تمام هناخد واحدة واحدة وبالراحة كده عشان جايز جدا يكون ما عندكش حاجة جايز جدا تكون ولد 17 سنة متوتر وجايز جدا يكون في حاجة حنبدأ بما هو اهم كما الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا فقه الاولويات انا عملت فكرة في كلية الطب جميلة جدا جدا مع الطلبة اكتب له عيان عنده سبع مشاكل سبع مشاكل قولو خد رتبه رتبلي المشاكل اذا رتبهم غلط يسقط اذا رتبهم غلط يسقط وانا حتبهم له مفعكشين زي ما انت عامل كده عندي اصداع ومشاكشاك وقلبي بيدق فاحنا نرتب المشاكل بفقه الاولويات ده قات قلبك طبعا طبعا هي دي اللي تخليني اهتم بيها وخاف منها فاكر يومة ولدتي يا حسن فاكر يومة ولدت اه طبعا فاكر كويس جدا قلبك كان بيدق ولا ما كانش بيدق كان بيدق حسيت دقات قلبك اه اه حسيت انا بكلمك يوم الولادة كان بيخبط كده وانا حاسس دقاتي من نعم ربنا علينا ظاهرة اسمها التبلد او التأقلم دي نعمة دي نعمة كبيرة جدا انك تتأقلم على الوضع تتأقلم عليه انت تروح تزور واحد او زمايلنا راح يكشف على واحد بيته كله محب المجاري بيته كله محب المجاري والناس حاطين طوب يعدوا عليه وانت ما تقدرش تخش طب وصحاب البيت كلهم بيخشوا عادي جدا ليه تأقلم تأقلم او التبلد في الاول كان بيتدايق بعد كده ابتدى ده نعمة ده نعمة كبيرة جدا اما الشتاء ييجي زي اللي يمدي ويطلع فرمان من الام الى الاولاد يلبسوا فانين لصوف عشان ما يموتوش الوادي يقعد خمس ستة ايام مش قادر قاعد يعمل اي كي اي كده متشوق فانين لصوف طب بعد خمس ستة ايام مفيش حاجة خاضر خالص ليه تأقلم او تبلد فيوم ما تولدنا كلنا حسينا دقات قلبنا تاك 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 ثم تبلدنا وتأقلمنا على هذه الدقات تأقلمنا على ايه ثلاث حاجات عدتها وانتظامها وقوتها تاني تأقلمت على ايه عدتها وانتظامها وقوتها بتعمل كده ادي عدد ودي انتظام ودي قوة خلص مش حسها بعد مرور سنين كتيرة لما ارجع حسها تاني يبقى حاجة من الثلاثة بازط اللي حاسس دقات قلبه حاجة من ثلاثة ما لهمش رابع يا عدد بايز سريع او بطيء يا انتظام بايز بتدت لخبط يا قوت قلبي جمدة حستها فهو انت بتقول انا حاسس دقات قلبي لازم نكشف نشوف انت حاسسها ليه هل هي عدد كبير الطبيعي بين ستين وتسعين القلب الطبيعي بيدق بين ستين وتسعين لو بقى مية وعشرة هتحس دقات قلبك لان هو متأقلم على التسعين او على التمانين او على السبعين او على الستين متأقلم عليه طب بقت مية وعشرة هتحسها اطلع السلم بلاش اي مشاهد من اللي بتفرج دلوقتي بعد الحلقة ينطلع السلم وينزل هيحس دقات قلبك ليه تغير في العدد تغير في العدد عدد دقات قلبي زاد هحس دقات قلبي او الانتظام في حاجة اسمها دقة زيادة كده هي معروفة جدا تلاقي مش حاسس اي حاجة غير الدقة الزيادة بس تتب تعس ان قلبك فط منك ليه انا متأقلم على انتظام دي تبرى الانتظام او اللي عندهم زبزبة قذينية زبزبة قذينية في الاول يحس دقات قلبه بقول في الاول ولمدة اسبوع بعدك هتروح ليه تأقلم هي الزبزبة القذينية انا قلب ماشي زي ما عايز كده ملخبط فهو المدة اسبوع يفضل يحس بدقات قلبه ودي بننبي بيها الولادنا الزغيرين انت كثرة متاخدش على كلام العيان انت عندك خلل في ضربات القلب بقى لك اديه ولي بقى لي اسبوع هو ملأ هو ما حسوش الا الاسبوع الاول بعد كده خلاص مش هيحسوا فده الزبزبة القذينية او كده او المرضى اللي عندهم مثلا صمامة او هورتي ولا حاجة خبطة القلب في السدري بتبقى جامدة جدا يحسها عشان كده احنا هناخد رسالتك بعناية ترجمة نانسي قنقر